احنا موجودين في قرية الأحراس احدى كرة مركز الشبيل الأناطر القرية اللي واقع عليها الاختيار انها تكون موجودة معنا في المرحلة الاستشرافية او التمهدية اللي من بادرة حقيقة كريمة واللي كانت بتجوز فيها نسب الفقر اكتر من 70% القرية كانت فقيرة الخدمات بدأنا نشتغل على محور البنية الخدمية ويشتغلنا بتوصيل الصرف الصحي والمية ورفع كافية الكهرباء وتوصيل الغز بعد كنا اشتغلنا على القطاع التعليم واشتغلنا في اكتر من ثلاث مدارس منهم مدرسة انشاء جديد باكتر من 24 فصل بعد كنا اشتغلنا على تنمية بقية ميكانة الخدمات وبالفعل بقى موجودة عندنا مجمع خدمات الهدف الرئيسي دائما بتاعه هو فصل مقدم الخدمة عن طلبها وتغيير الصورة الزهنية عن الخدمات اللي كانت بتقدمها الجهات الحكومية قبل كده المجمع الزراعي والمجمعات الخدمية هي مربوطين دائما بفكرة التوجيه اللي كان بيتم من خلال الجماعية الزراعية بينها بنقدر من خلال المجمع الزراعي نوزع على الخدمات الخاصة بتوزيع السماد كمان الارشاد الزراعي الخاص بالفلاح كل ده من الاساس ان انت تنمية الريف المصري على الوجه لك وحدة طب الأسرة بالأحراز ضمن مشروع مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى كانت الوحدة الأول رعاية أساسية عادية دخل عليها أنشطة جديدة بمناسبة حياة كريمة في عندي قسم حضنات عندي وحدة إسعاف وعندي معمل دم متكامل دي دخلت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية احنا دلوقتي في مساعدة منظومة التأمين الصح الشامل في مبنى بديل للوحدة بيتعامل خلص منه حوالي 70% مجرد ما ينتهي الإجراءات وينتهي الفرش هننقل فيه عشان يطابق منظومة التأمين الصح الشامل الوحدة البيترية بالأحراز تم رفع كفائتها ضمن مبادرة حياة كريمة والوحدة البيترية بالأحراز بتخدم 3 قرى وتسع عزب الوحدة البيترية بالخدمات اللي بتقدمها العلاج والكشف طبعا وتم تزويده بأحدث الأجهزة زي جهاز الصنار لاختبار فحص الحامل بالإضافة لكده أنه عندنا مركز تجميع الألبان جنب منه هنا هو مركز تجميع الألبان الهدف منه الحصول على كوب لبن آمن نظيف صحي بنشكر السيد الرئيس عفتها السيسي ونشكر حياة كريمة على المبادرة وأجمل حاجة تعمل طبعا طبعا عندنا مركز شباب ما كانش موجود كده خالص الحمد لله طبعا طبعا حصل رفع مستوى المكان خلى الأولاد من تشاهد حتى كده طبعا كان فيه عزوف للشباب حياة كريمة خلت فيه ملعب فيه حمام سباحة فيه عندنا تخاطب رفع مستوى المبنى ملعب سوماني طبعا الحاجات دي تخلت الشباب جهة مجمع الخدم اللي احنا وقفين في دلوقتي في قرية الأحراز بيشمل سبع قطعات مركز تكنولوجي وحدة محلية مكتب بريد سجلي مدني شهر عقاري وحدة اجتماعية مجلس شعبي محلي فهنا المواطن هنا المجمع معمول لتسهيل الأمور على المواطن المواطن يجي هنا نظام الشباك الواحد يجي يقدم الطلب يجي بعد مسلا يوم قوي اثنين يلقى الطلب خلص بجد وفروا لنا الدعم الكافي لان احنا نقدر نمارس مش القراتي بس لان نمارس اي رياضة احنا بنحبها وطبعا هم يعني وفروا لنا كل الدعم وكل حاجة وهيقونا ان احنا نكون ابطال مش ابطال محافظة ولا ابطال جمهورية لا كمان ابطال عالم احنا زول قدرات نقدر نعمل اي حاجة وطول ما في ناس بتدعمنا وفي ناس مقامنا بقدراتنا زي السيادة الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بشكره على كل حاجة بيعملها وكل حاجة بيقدمها لينا الشعور جميل بان البلد اتعمرت بقى فيها مدارس وفيها خدمات عامة وفيها نت وفيها غياز الحياة كانت صعبة بصراحة في الكسحة والحاجات دي دلوقتي دخلنا حاجات كتير ونشكر حياة كريمة بصراحة على المدارس والخدمات العامة اللي هم قدموها لنا الوضع الاول كنا احنا قام من يمة الصرف الصحي كان مش كويس خالص والدنيا مبهدلة كويس ان في صرف صحي نزل وكده ويعني بلدنا اتطورت عن الاول وغاز ومدارس كويسة بقى فيه عندنا كهرباء فيه عندنا غاز فيه عندنا مية فيه عندنا صرف الصحي فيه عندنا نت فيه عندنا كل حاجة حلوة فيه عندنا دلوقتي امكانيات عالية قوي خش اي وحدة العلاج بتلاقي كل حاجة فيه طب بطر شغالة هوت مية مية فيه مصنع البن بتعمل اللي عندنا هوت فيه جمعية زراعية بتتعمل فيه مدارس بتتعمل فيه كل حاجة حلوة كل رئيس واشكر حياة كريمة اللي سببت لنا في الحاجات كويسة دي الناس دلوقتي بقت حاجة تانية خالص ناس فرحانة ناس مبسوطة ناس ما فيش بعد كده ما شوفناش الكلام ده ابدا ما شوفناش الكلام ده ابدا 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 ابدا